بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم عزيزي طلاب الصف السادس الابتدائي درسنا اليوم هو حل لأسئلة التلفزيون التربوي للأسبوع الثالث عشر الوحدة السابعة الدروس الأول والثاني وكذلك الثالث والرابع السؤال الـ 21 صل بين القائمتين لإكمال العبارات كل قائمة بيها مجموعة من العبارات راح نوصل بيناتهم حسب المعنى نمبر 1 من القائمة A putting وضع نمبر 2 painting رسم نمبر 3 cleaning تنظيف نمبر 4 blowing نفخ نمبر 5 tidying ترتيب القائمة B الحرف A up a balloon الحرف B اللي هو نفخ البالون الحرف B a room غرفة الحرف C flowers in a judge الزهور في الإبريق نمبر D أو الحرف D a picture الصورة والحرف E the house المنزل بعد ما قرأناهم الآن راح نوصل بيناتهم نمبر 1 putting وضع راح نوصلها مع الحرف C من القائمة B putting flowers in a judge وضع الزهور في الإبريق نمبر 2 painting رسم راح نوصلها مع الحرف D من القائمة B a picture painting a picture رسم الصورة نمبر 3 cleaning راح نوصلها مع الحرف E من القائمة B the house تنظيف المنزل نمبر 4 blowing نفخ up a balloon راح نوصلها مع الحرف A من القائمة B blowing up a balloon نفخ البالون نمبر 5 tiding ترتيب راح نوصلها مع الحرف B من القائمة B tiding a room تنظيف الغرفة أو ترتيب الغرفة question number 22 write the best tense of these verbs اكتب الزمن الماضي للأفعال التالية نمبر 1 الفعل buy اللي هو يشتري الماضي إلى هو فعل من الأفعال الشاذة لذلك راح نغير الكلمة كلها buy boat الماضي للفعل buy يشتري boat اشترى نمبر 2 tidy up اللي هو يرتب الماضي لهذا الفعل هو راح نقلب حرف Y إلى I ثم نضيف ED tidied up tidy up tidied up نمبر 3 الفعل take يأخذ الماضي لهذا الفعل أيضا من الأفعال الشاذة راح نحذف حرف E وحرف A ثم نضيف المقطع O بدلا من حرف A take يأخذ took أخذه take took نمبر 4 put up أيضا راح يبقى نفسه هذا لأنه أيضا من الأفعال الشاذة لا يوجد تغيير في هذا الفعل put up put up نمبر 5 blue up blue up راح نقلب حرف O في كلمة blue إلى حرف E blue up blue up question number 23 السؤال الثالث والعشرين rewrite the following sentence using capital letters and punctuation marks أعد كتابة الجملة التالية باستخدام الحروف الكبيرة وعلامات التنقيض when can I start making the cards متى أستطيع البدء بصناعة البطاقات لاحظ أنه هاي جملة استفهامية لذلك أداة السؤال الwhen الحرف W يقلب إلى capital letter when can وعدنا الضمير I أينما وجد في الجملة أيضا يكتب بالcapital letter when can I start making the cards ونضع علامة الاستفهام في نهاية هذه الجملة لأنها جملة استفهامية question number 24 السؤال الرابع والعشرين write about a present you are going to buy اكتب عن هدية سوف تشتريها أو ستشتريها هذا السؤال إنشاء من الإنشاءات المهمة في المنهج للإجابة على هذا السؤال سنتبع الخطوات التالية I am going to buy my little brother a get well present سأشتري لأخذ صغير هدية جيدة لأنه كان because لأنه he had كان لديه أو كان يعاني a bad cough and cold من السؤال والبرد I am going to buy him سأشتري له a toy car سيارة لعبة he loves cars and trucks هو يحب السيارات وكذلك الشاحنات he wants هو يريد a big red car سيارة حمراء كبيرة with big black wheels ذات عجلات سوداء كبيرة he likes fast cars هو يحب السيارات السريعة I am going to rub it سوف أقوم بلفها أو بتغليفها in blue and red paper بورق أزرق وأحمر question number 25 السؤال الخامس والعشرين match the pictures to the list وصل بين الصور والقائمة number 1 do the shopping food new clothes قوم بالتسوق للطعام وملابس جديدة number 2 clean the house نظف المنزل number 3 do the cooking قوم بالطبخ number 4 buy presents قوم بشراء الهدايا أو اشتري هدايا number 5 rob presents غلف الهدايا number 6 put up decorations ضع الزينة number 7 make a card اصنع بطاقة راح نوصل هاي العبارات مع الصور لاحظة أول صورة هي لوضع الزينة لذلك راح نكتب number 6 put up decorations في أول صورة من جهة اليسار الصورة اللي يمهى صناعة بطاقة make a card number 7 راح نكتبه في المربع في الصورة الثانية والصورة الثالثة تنظيف المنزل clean the house number 2 راح نكتبه في هذه الصورة الصورة اللي جواها مركز تسوق اذن راح نكتب رقم واحد او number 1 do the shopping food new clothes الصورة اللي جواها تغليف الهدايا rob presence تغليف الهدايا في الصورة اللي يمهى تغليف الهدايا number 5 rob presence تغليف الهدايا اذن راح نكتب number 5 في هذه الصورة والصورة اللي جواها صورة الساعة والجنطة راح نكتب buy presents number 4 buy presents شراء الهدايا والصورة الاخيرة هي صورة الطبخ ادوات الطبخ اذن راح نكتب number 3 do the cooking القيام بالطبخ الان انتهينا من حل اسئلة التلفزيون التربوي للاسبوع الثالث عشر نتمنى الاشتراك في القناة لمتابعة الدروس القادمة